معي مداخلة الآن مع كابتن الكبير كابتن عامر حسين عضو مجلس دولة الاتحاد المصري لكرة القدم يا فندم مشرف ومنور والله شليل بي نورك وكل سنة وحضرتك طيب رمضان على الأبواب اهو وانت شغال قبل رمضان والنهاردة سمعنا كلام كتير أو شفنا كلام كتير جداً فيما يخص تأجيل كثير من المباريات أو تعديل في مباريات الدوري الممتاز بس بداية الآن عشان الكلام ما يطولش كل سنة وحضرتك طيب كل سنة وحضرتك طيب فضل ليه بقى التعديلات الكتيرة دي وليه في مباراة واحدة النهاردة اكتشافنا أن هي موجودة في رمضان يعني ليه جولة واحدة بس عفوا مش مباراة واحدة جولة واحدة بس موجودة في رمضان ما احنا عندنا اجندة اه اللي هي هتبدأ بادري شوية تمام من 13 ناخد الاجندة الرسمية من 18 إلى 26 تمام طبعا في الجولة 31 بعد كده بعدها في جولة أفريقية اللي عندها بتاعتنا اه ده السبب إن فيه لقاعات أفريقية دي اللي هو ده الوقت كله يعني بس عادة لما كنا بنلعب يعني مسلا في فرق مصرية بتلعب في أفريقيا بقى الفرق بتلعب عادي ما انت كل ما تلعب عادي وتضغط ايوة فرق المرشات هي بقى أكتر اه بينهم بين الفرق بتلعب في أفريقيا اه فهمت يعني مسلا الآليو بيرامنز بيلعبوا في أفريقيا فيوتشر بيلعب في أفريقيا والزمالك بيلعب. اه. والزمالك بيلعب فانت على البال. انت لو ضغطت الفرقة اللي ما بتلعبش. اه. حيبقى الفروق الا بين العدد المبراد حيبقى اكتبر جدا بين الفرقة اللي مش مشتركة في رفاقيا وبين الفرقة الاربعة. مفهوم. مفهوم. طيب كابتن عامر انا سؤالي دلوقتي وهيفضل سؤال بيتكرر عليك كل شوية معلش يعني. هل الدوري هيخلص في معاده ولا مش هيخلص في معاده? يعني يمكن انا منزل الفرقة الجولة تلاتين. اه. بكل المؤجلات اللي فاتت من يوم اتناشر. تمام. اتناشر سبعة. تمام. انما باقي يفضل اربع جولات. اه. اربع جول اللي ما بيسموهم في الاخر عشان يبقى عندي المنافسة سواء فوق. مع المربع او الاندية المهددة بالهبوط. يلعبوا في وقت واحد لان في ملعب مشتركة. مم. الاندية ديت. فبنشوف الاهم في الاهم. مم. لما بنجي الحط المبريات. في عندنا اربع عندي بالعبسطة القاهرة. مم. وعندنا اتنين في استاتيسكي ندرية. اتنين في مربع العرب. فبالتالي لازم اخر مباراة ديت. تشوف اهمية المباراة ايه. ومن الاندية المنستنفسة. عشان تلعبهم في لمسي التوقيتين.